الحرائق والجهة ديالتنجة تطوان الحسيمة وأيضا الجهة ديالفاس مكناس ألحقت أدرارا بنحو عشرالاف وخمسمائة وستين هكتار من الغابات في أقاليم العرائش ووزان وططوان وشفشاون وتزاو الحسيمة لكن غير هذا الرقم من نقوله ما نخافوش بزاف لأنه الغابة عندها واحد الإمكانيات ديال الجديد العضوي فإلى ما تحرقوش جدور وما تحرقوش كذا كتكون يعني في سنة في سنتين يتم الغابة تجدد نفسها تدخلت السلطات لاحتواء الحرائق وإغاثة السكن المحليين المتضررين والحفاظ على ممتلكاتهم وتمت السيطرة على جميع بؤر الحرائق بفضل كفاءة فرق تدخل وتعبئة الموارد البرية والجوية وجميع الفاعلين في الميدان تم الانتهاء من الجرد وجمع المعلومات الميدانية كلها والحكومة الآن تسرع في وضع اللمسات الأخيرة على برنامج للتدخل الذي سيشمله تدابير وإجراءات طارئة وأمنية للتخفيف من تأثير هذه الحرق على النشاط الزراعي والغابة ومن أجل مساعدة السكان المحليين المتضررين إذا الحكومة يمكن غداو اللي بعده سوف يتم الإعلان غداو اللي الثنين بعد دور السبت غداو اللي الثنين إن شاء الله سوف يتم الإعلان على حزمة من الإجراءات اللي ستقوم بها الحكومة لفائدة هذه المناطق ولفائدة السكينة اشتركوا في القناة